هذا جاء قبل ساعات أعتقد أنها كانت اليوم وليس بايدا لعنبجايا لحظة وهذه فيها قتلة للأسف هذه في الصيف هذه حرائق أيضا هذه في الصيف هذه تغريدة حتى أخونا سعيد تواتي كاتب 26 جوان قتلة وجرحة بعد اندلاع حريق ماهول في غابات بلدية حربيل بكل من قرية شريقات رأس البيض ومنطقة كانبو تيتاست تقرأ هكذا تيتاست والمعلومة المحطوطة فيها للأسف توفي ثلاث عسكريين وأصيب العديد بحروق متفاوتة الخطورة أحدهم نقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى الدويرة الله مرحم الموتى إن شاء الله وشفاء العاجل المصابين إذن عدد من القتلى قتل عسكريين نعرف لماذا العسكريين قتلوا في هذه الحراق إن شاء الله برك ما يعدوش بعثوهم يطفوا في النيران كالعادة بالبالا شفنا العسكريين نيران تكون لهبة وهم يبعثوهم يطفوا بالبالا ومن بعد يموتوا العسكريين ما عليش مش مشكلة هم برك بش يقولوا هو توفى عسكريين وهم يحاربون في النار ولا يقاومون في اللهيب النيران طيب مش خدمة العسكريين وقاومة اللهيب هذه خدمة المطافع جيها اسمها المطافع وتصرف عليها آلاف المليارات كل سنة هذن هم اللي خدمتهم إطفال نيران لماذا تبعثوا بالعسكريين المساكين اللي ما عندهم مش خبرة وما عندهم مش أدوات بش يموتوا في الحرائق لماذا فعلتوها العملي فات ولا بش تقولوا بش جيبوا التعاطف هاو ماتوا 30 عسكري 30 عسكري حركتوهم في منطقة القبال اللي أشرف عليها الجنيرال الدموي المجرم جبار مهنة شخصيا وخطط لحرق منطقة القبال مع النقبالي لكن لماذا؟ لأنه بش يدخلوا منطقة القبال تحت الرونجيرس فهو مهموش هو مع دولة مافيا عسكرية مافيا مخابرات إرهابية ماتوا في هذه المنطقة 30 عسكري وبعدين أصبحوا يروفهم في تليفزيون طول الوقت وتوفي 30 عسكري وهم يقاومون في النيران هذه فضيحة لكم هذه لماذا يقاومون العسكريين النيران؟ لا أنتم تلعبوا على العاطفة أنت بعض الجزيريين تشوفوا همات العسكر مسكين وكأن هذوك العسكر هم مثل جنيرالات أو جنيرالات مثل هذوك العسكر جنيرالات هؤلاء اللي رام قايمين اليوم لا أقول جميعهم لكن اللي في هرم السلطة واللي متمسكين بالقهر هذو هما أخطر شيء على الجيش وأخطر شيء على الجنود هذو هما اللي مجوعين الجنود وهم جوعين صف الضباط وهم فقرين قدماء الجيش المشطوبين والقدماء يا ليت وصلني رسائل والله يتبكي لحجر تبكي لحجر من عند قدماء الجيش أصناف متعددة مسكين أمس فقط واحد بعث لي فاتورة قال لي هاي 15 مليون انت عدوية والله ماني قادر نشريها تراكمت عليه الأدوية هو وأسرته ما عندوش عذاب عذاب مئات الآلاف تعقدة ماء الجيش كون صرفوا واحد في المية من الميزانية كنت قلتها لكم ونقبلوا بالأرقام واحد في المية ميزانية الجيش بسعر بسعر السوق للدولار هي ميتين وستعشر ألف مليار ميتين وستعشر ألف مليار سنتين لو نحاو 16 ألف مليار سنتين فقط لو كان حلوا كل مشاكل تحاولي 400-500 ألف من قدماء الجيش فاصلة فقط لبعد الميتين ألف ترجمة نانسي قنقر